في هذا الفيديو سأعطيكم نبذة سريعة عن هاتف هواوي المتوسط هواوي نوفا 8 وبعدها سنتكلم عن أفضل ساعة قدمتها هواوي هواوي ووتش 3 فيها مميزات ما نزلوها بأي ساعة بالسابق وهذه الساعة ستفتح مجال أن هذه الساعة تكون من الساعات الرائدة في عالم التكنولوجيا دعونا نشوف مع بعض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا لم تكن تشترك بالقناة لا تنسى تشترك بالقناة تتفعل الجرس وأيضا تشاركنا بالتعليق عن رايك بالأجهزة التي نقدمها وإذا كان فيه جهاز بالك حاب أن نسوي الرفيو أيضا اكتب لناها بالأسفل بالتعليق دعونا نبدأ أول شيء مع هاتف هواوي النوفا 8 هذا الهاتف من الفئة المتوسطة في مميزات حلوة ديزاين الجهاز لونه شوية غريب أقرب إلى السلفر على يعكس شوية ألوان ديزاين الكاميرا أيضا شوية غريب الكاميرا الأساسية اللي موجودة بالجهاز هي 64 ميجا بيكسل وأيضا تقدر تصور الزاوية العريضة بزاوية 120 درجة الكاميرات اللي موجودة بالجهاز ممتازة واحدة من الكاميرات تعطيك ميزة الماكرو تقدر تصور الأشياء الدقيقة الصغيرة بمسافة 4 سانتي وأيضا عندك الكاميرا الأمامية اللي بتصور نفسك تقدر تشوف نفسك حلو بحواتف هواوي لأنه فيها ميزة بيوتي اللي تحس الويهيك وتطلع بشكل أحلى من الواقع الشيء المميز بهذا الجهاز الشاحن والشاحن الصاروخي اللي يعي مع هذا الجهاز قوة الشاحن 66 واط لكن الشيء العجيب بالموضوع أنه رح يشحلك من صفر إلى 60 بالمية ب 15 دقيقة فقط ربع ساعة بس يعطيك 60 بالمية تبدأ شحنه من الصفر إلى 100 بالمية كامل رح يأخذ منك 35 دقيقة فقط تردد شاشة الجهاز 90 هيرتز يعني أفضل من المتوسط حتى رح يعطيك سلاسة ألعاب ممتازة وبنفس بيبت يعطيك أحساس بالتنقل بين القوائم وباستخدام الجهاز نفسه تحس أنه أنت قاعد تستخدم 240 هيرتز طبعا هذا ما ينطبق على الألعاب والبرامج ولكن شعوره ما حاطي لك رح تحس أنت قاعد تستخدم 240 هيرتز بالقوائم وباستخدام الجهاز نفسه من الأشياء اللي أقدر أحسبها ميزة وأقدر أحسبها عيب بنفس الوقت بهواوي أنه دائما يختارون لون الكابل ولون الشاحن لون مميز عشان تقدر تميز أن هذا الكابل لهذا الجهاز بما يعني أن هذا الكابل ينفع لهذا الجهاز يعطيك سرعة قصوة مثل ما أنت شايفينهما هني مختارين اللون البرتقالي ومن المميزات الحلوة أيضا أن هذا الجهاز رح يمشي مع منظومة السوبر ديفايس فإذية تشغل الكولابريشن بين هذا الجهاز وبين التابلت اللي استعرضت لكم بالسابق رح تقدر تتحكم تحكم كامل وتشوف شاشة الجهاز على التابلت جهاز هواوي نوفا 8 متاح حاليا للطلب المسبق بسعر 129 دينار وتسعمية فلس وتحصل معاه على الجهاز الرابط رح أطلكم يا بالأسفل بالوصف والحين خلونا ننتقل إلى واحد من أقوى الأجهزة اللي قدمتها هواوي من فترة طويلة ما قدموا لنا شي شي مبهر مرة واحدة ساعة هواوي ووتش ثري وساعة هواوي ووتش ثري برو النسخة اللي موجودة عندي هي هواوي ووتش ثري برو ليش هذه الساعة مميزة؟ عادة تعودنا أن ساعة هواوي تكون الساعة تعطيك أهم الاحتياجات اللي أنت تحتاجها مو أكثر من جريه لكن هذه الساعة دخلت الساحة للمنافسة مع ساعات السامسونج وأبل وغيرها من الساعات الكبيرة واللي فيها وايد مميزات بالداخل هذه فيها هذه الأشياء يعني شنو هذه الأشياء اللي موجودة؟ خلونا نبدأ أول شي بتصميم الساعة تصميم الساعة دائري يعتبر نحيف شوي حجم الدائرة شوية كبيرة وأيضا فيها زر بالأسفل وفيها كراون التاج اللي موجود بالأعلى التاج هذا راح تقدر تتحكم فيه للصعود والنزول بين القوائم والتكبير والتصغير بالشاشة الرئيسية اللي فيها كل التطبيقات اللي متاحة على الساعة هذه الساعة تقبل اسم الشريحة الإلكترونية واللي عن طريقها راح تقدر تفعل شريحة اتصال داخل هذه الساعة من فصلة عن تليفونك بما يعني إذا كنت رايح النادي أو رايح أي مكان تبتخلي جهازك باللوكر بالسيارة بأي مكان ما راح تحتاج تاخذها معاك لأن تقدر تتصل بالساعة إذا كان عندك شيء مهم وتقدر تستقبل تتصالاتك أيضا على الساعة ما يكون شابك بلوتوث لا عليه شريحة من فصلة شريحة إلكترونية الشغلة الثانية المميزة بهذه الساعة بأن هذه الساعة فيها متجر تطبيقات وما شاء الله هواوي من الناس اللي من تقدم متجر تطبيقات تشوف أن المتجر يتعبون عليه وبسرعة ينزلون البرامج مو ترفيع لهم لكن احنا شفنا هذا الشيء لما شالوا منهم الجوجل بلاي نزل المتجر الخاص بهواوي الهواوي غالري وقع نشوف أنه شهر بشهر تنزل أهم البرامج في كل دولة أهم البرامج قعد تنزل بالستور هذا ومهتمين بتطويره نفس الشيء صاير على هذه الساعة هذه الساعة أعتقد أنها أول ساعة من هواوي ينزل عليه متجر تطبيقات عدد التطبيقات اللي موجودة داخله كثيرة لو أقول لكم كثيرة يعني أنا قاعد تقريبا ساعة ساعة وشوي وأنا بس أدور داخل التطبيقات اللي موجودة داخل الساعة والساعة تعتبر يديدة من التطبيقات اللي حصلتها تطبيقات خاصة بأوقات الصلاة تطبيقات خاصة بالنظام الملاحي على سبيل المثال لما نتكلم عن برنامج البيتل مابس الناس اللي تستخدم جهزة هواوي وما تقرر تستخدم جوجل مابس حاليا عندهم برنامج اسمه بيتل مابس هذا البرنامج مشابه جدا إلى جوجل مابس وفيه مميزات أحلى من جوجل مابس إذا أنتوا استخدمتوه إذا ما استخدمتوه أنصحكم أن تشوفون هذا البرنامج المهم على الساعة تقدر تنزل التطبيق الخاصة بيتل مابس ورح يعطيك توجيهات القيادة إذا كنت بالسيارة أو كنت قاد تمشي رح يعطيك التوجيهات على الساعة وحتى الطلبات سووا لهم تطبيق على هذه الساعة بحيث أنت لو طلبت أي شيء من مطعم معين ولا شيء شدي الصفحة اللي يعطيك إياها بطلبات يقول لك أنه حاليا يحضرون طلب حاليا طلع الطلب من البيت حاليا واصل الطلب بالطريج وصل الطلب عند بيتك حاليا هذه الأشياء رح تقدر تشوفها بالساعة وأيضا واجهة الساعة في عندك واجهات عديدة تقدر تنزل بالساعة عدد كبير من الأوجه وبنفس الوقت تقدر تنزل عن طريق الابليكيشن الخاص فيهم اللي هو هواوي هيلث إذا دخلت على جهاز الساعة رح تشوف أنه حتى الأوجه المجانية كثيرة ما تخلص وانت تدور فيه وما ننسى أنه فيها كل الأشياء المتعلقة بالصحة والرياضة يجيز لك حرق السعرات الحرارية وفيه برامج تدريبية رياضية وبنفس الوقت يجيز لك نسبة الأكسجين بالدم ومعدل نبضات القلب ساعة هواوي ووتش 3 وساعة هواوي ووتش 3 برو متاح حاليا للطلب المسبق ابتداء من سعر 119 دينار و900 فلس ورح تحصل معها على هداية والرابط أيضا رح أطلكم إياه بالأسفل بالوصف وبشذي نوصل لنهاية الفيديو ساعة هواوي ووتش 3 وخاتف النوفا 8 هذين المنتجين ستعرضت لكم بهذا الفيديو كتبون نرايكم بالمنتجين بالأسفل بالتعليق ونوصل لنهاية هذا الفيديو كان معاكم سيد محمد الهاشمي مع سلام